الحمد لله الحمد لله العام بِرُّه وإحسانُه التام فضلُه ولُطفُه وامتِنانُه له المحامِدُ كلُّها حمدًا كما يُرضِيه لا يفنَى على الأزمان وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من نطق لسانُه واعتقد جنانُه وعمِلَت أركانُه وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه العليُّ مكانُه البهيُّ شانُه صلَّى الله وباركَ عليه وعلى آله وأصحابِه وأتباعِه بإحسانٍ وسلَّم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأوصِيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله رحمكم الله فقد أُعدَّت للأتقياء جنانُه ووجبَت للأشقياء نيرانُه يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ أيها المؤمنون الشدائد والكُرب والمكارِه والنُّوب مصحوبةٌ بهبات الله وألطافِه وخيراتِه وإسعافِه وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خيرٌ لكم وعسى أن تحبُّوا شيئًا وهو شرٌّ لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال قال الرسولُ الله صلى الله عليه وسلم من يُرِيد الله به خيرًا يُصِب منه أخرجه البخاري وعن صهيبٍ رضي الله عنه قال قال الرسولُ الله صلى الله عليه وسلم عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحدٍ إلا للمؤمن إن أصابته سرَّاء شكر فكان خيرًا له وإن أصابته ضرَّاء صبر فكان خيرًا له وإن أخرجه مسلم عباد الله قضاء الله سبحانه في عبده دائرٌ بين العدل والحكمة والرحمة والنعمة ومن دُعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني عبدُّك وإن أصابه في تدبيرنا وإن أصابهم بغير حساب وقال تعالى مُخبِرًا عن أهل دار القرار والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلامٌ عليكم بما صبرتم فنعم عُقب الدار وإن من أجمل ألطاف الله في المكاره والبلايا ما ينالُه المُبتلَى الصابِرُ من منزلة الرِّضاء فهو روح مقامات الدين ومُستنزلُ الخيرات ومُستدرُّ البركات ومهبطُ الرحمات ولا يزال المُبتلى يرضى عن الله حتى يرضى الله عنه قال الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه كتب عُمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما أما بعد فإن الخير كله في الرِّضاء فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر قال ابن القيم رحمه الله قال بعض العارفين ارضَى عن الله في جميع ما يفعلُه بك فإنه ما منعَك إلا ليُعطيَك وَلَا أَبْتَلَاكَ إلا ليُعَافِيَك وَلَا أَمَّرَضَكَ إلا لِيَشْفِيَك وَلَا أَمَاتَكَ إلا لِيُحْيَك فَإِيَّاكَ أَنْتُ فَارِقَ الرِّضَى عَنْهُ طَرْفَةَ عَيْنَ نَفَعَنِ اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ بِهَدْيَ الْكِتَابِ وَبِسُنَّةِ النَّبِيِّ الْأَوَّابِ أَقُولُ مَا سَمِعْتُمْ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَخَطِيئَةٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ وَتُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الْتَّوَابِ الحمد لله اللطيف الرؤوف الرحيم المحسن البر الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه أفضل صلاةٍ وأتمَّ تسليم أما بعد فاتقوا الله تعالى وأطيعوه وراقبوه ولا تعصوه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا من أحاطت به الشدائد والبليات يا من أحاطت به الشدائد والبليات ونزلت به المصائب والمُذلهمات ما اشتدَّ كربٌ إلا وهان ولا تمَّ أمرٌ إلا وأخذ في النُقصان اجعل مولاك نصب عينيك وقبلة قلبك والطمع في فرجه منتهاسولك وغاية مأمولك فليس على غير الله معوَّل ولا عنه منصرفٌ ولا متحوَّل اتخذ الصبر شعارًا لك ودِثارًا وإياك إياك القنوط والياس والتسخُّط والتزجُّر والإبلاس فإنه يزيد في البلاء والمُصاب ويُحبِط الأجر ويُجِب العقاب هذا وصلُّوا وسلِّموا على الرحمة المُهدى والنعمة المُسدى محمد بن عبد الله رسول الله فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آل بيته الطيِّبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وارضَ اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الآل والصحبِ أجمعين والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين وعنَّا معهم بمنِّك وكرمِك يا أكرم الأكرمين اللهم أعِزَّ الإسلام والمُسلمين اللهم أعِزَّ الإسلام والمُسلمين واحمِ حوزة الدين وانصُر عبادك المؤمنين اللهم فرِّج همَّ المهمُومين من المُسلمين اللهم فرِّج همَّ المهمُومين من المُسلمين ونفِّس كرب المكروبين واقضِ الدين عن المدينين واشفِ مرضانا ومرضَ المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمِنَّا في أوطاننا وأصلِح أئمَّتنا وولاة أمورنا وأيِّد بالحقِّ والتوفيق والتسديد إمامنا ووليَّ أمرنا اللهم وفِّقه ووليَّ عهدِه لما فيه صلاح البلاد والعباد يا رب العالمين اللهم سدِّد جُندنا المرابطين في الحدود والثُغور اللهم كُلَّهم عِينًا ونصيرًا ومؤيدًا وظهيرًا اللهم الضُف بإخواننا المؤمنين في فلسطين اللهم ألطُف بإخواننا المؤمنين في فلسطين اللهم أرحَم ضعفَهم اللهم اجبُر كسرَهم وتولَّ أمرَهم وسُدَّ خلَّتَهم واشفِ مريضَهم واشف مريضهم وداوي جريحهم واسلك قتلاهم في الشهداء السعداء اللهم إنك قلت في كتابك المبين وأنت أصدق القائلين إن الله يدافع عن الذين آمنوا اللهم فادفع عنهم الشرور والبلايا اللهم فادفع عنهم الشرور والبلايا وارفع عنهم الكروب والرزايا لا رب غيرك فيرتجى ولا إله سواك فيدعى وأنت نعم المولى ونعم النصير اللهم واحفظ المسجد الأقصى واجعله في عزة ومنعة ورفعة إلى يوم الدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين